اشتركوا في القناة اتش بي او يوم خمسة وعشرين ابريل اللي فات وده كان في بداية شهر رمضان وفي بداية المسلسلات اللي كنا مشغولين فيها جدا في برنامج رمضان واشياء ولذلك تخطينا الفيلم تماما لغاية لما خلصت من الموال ده وعرفت اشوف الفيلم الاسبوع اللي فات وقلت ان انا لازم اتكلم عنه وده لاني عندي حاجات اقولها عنه وعلى فكرة هو ده العنصر الاساسي اللي هيحدد ايه هي الامور اللي انا هعمل لها مراجعات في الفترة اللي جاية وهي بمنطها البساطة الحاجات اللي انا حاسس اني عندي حاجة اقولها فيها الفيلم بتاعنا بيحكي قصة حقيقية حصلت سنة الفين واثنين بطالها هو دكتور فرانك تاسون مشرف منطقة تعليمية امريكية اسمها روزلين كان بيستعد في السنة دي لانه يحقق اعظم انجازاته على الاطلاق وهي الوصول بالمدرسة الثانوية روزلين التابعة لمنطقته التعليمية او لقدارته التعليمية لمقدمة الترتيب ما بين المدارس السنوية على مستوى الولايات المتحدة بشكل عام لغاية لما بيتم الكشف عن فضيحة اختلاص وتربح بيتورط هو فيها مع عدد من معاوني والفضيحة دي بيتم الكشف عنها عن طريق طالبة في مدرسة روزلين التانوية ومن خلال مقال كانت بتكتبه لمجلة المدرسة ودي الاحداث اللي الفيلم بيحكيها الفيلم بتاعنا طبيعته هدية جدا هو فيلم درامي في المقام الاول الاسلوب السرد بتاعه اسلوب السرد مستوي عادي ما فيهوش اي نوع من انواع الاختراع في البداية بنبتدي بالتعرف على الشخصيات بتاعتنا بشكل طبيعي جدا ناس عندهم طموحات اسرية طموحات شخصية طموحات عملية وبعدين بنتحرك تجاه الكشف عن الفضيحة اللي احنا بنتكلم عليها او الجريمة اللي احنا بنتكلم عليها من غير ما نصدر اي نوع من انواع الصدمة للمشاهد الفيلم بتاعنا فيلم عنده حبكة وعنده موضوع ولكن الاحداث بتاعته واقعها هادي جدا ومعتمد على الحوار في المقام الاول ولكن ما نقدرش نقول انه هو فيلم اه ما تحسش فيه بوجود مخرج وده انا اقصده بالجانب الايجابي او بالشكل الايجابي بالمعنى الايجابي لان في بعض الاحيان المخرج بتاعنا بتحس ان هو عاوز يرفع ايده ويخش في كل كدر كده يقول لك يا جماعين عامل شغل جهول فيلم ده انت ما بتحسش ده من خلال الفيلم ده انت بتحسه من خلال تصميم الشخصيات وهو ده الجزء الابرز في الفيلم على الاطلاق عندنا عدد من الشخصيات التصميم بتاعها رائع جدا من خلال التقديم ومن خلال التطور ومن خلال معرفة موقفهم من الفضيحة اللي احنا بنتكلم عليها دي عامل ازاي واخص بالذكر الشخصيتين اللي جسدهم ري رومانو واللي جسدهم هيو جاكمان اللي هو دكتور فرانك تسون بطل الاحداث بتاعتنا وده هنتكلم عنه باسهاب كمان شوية الطبيعة الخاملة بتاعت الاحداث ممكن تعد عيب يعني اللي بيشاهد الفيلم ومتوقع انه هو بيدور عن فضيحة او بيدور عن الكشف عن زلزال على المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي وعلى فكرة احنا بنتكلم عن اكبر فضيحة تعليمية اكبر فضيحة اختلاص وتربح في في تاريخ التعليم الامريكي ده مش موضوع بسيط يعني ولكن الطريقة اللي بيتقدم بيها بتميل اكثر لجانب الواقعية ممكن دايبان انه هو خامل زي ما بنقول بطيء في بعض الاحيان اهدى من اللازم في تجربة المشاهدة ولكن ده بينحاز اكتر لجانب الواقعية وهو ان احنا نفهم ونقدر ان اللي بنتفرج عليه ده ممكن يكون بيحصل في المدرسة اللي قدامنا ممكن يكون بيحصل في المنطقة التعليمية اللي الادارة بتاعتها على اول الشارع حاجة دخل في نسيج حياتنا بشكل سهل قوي ان احنا نصدقه وسهل قوي ان احنا نستوعبه يمكن الحاجة الوحيدة اللي عندي عليها تحفظ على مستوى البناء الدرامي بتاع الفيلم هو تجاوز مرحلة التعريف الجغرافي والتاريخي للاحداث بتاعتنا بشكل لائق يعني المقطة اللي انا قلتها من شوية موضوع ان بطلنا مدير الادارة التعليمية اللي بتشرف على عدد من المدارس منها المدرسة الثانوية اللي بتقترب من الانجاز اللي احنا نتكلم عليه ده على فكرة موضوعنا ما فيمتوش من الفيلم انا انا لما شفت الفيلم طلعت ما اتلخبط من النقطة دي انا لما قريت عن الفضيحة نفسها فهمت اكتر النقطة دي عاملة ازاي فكرة ان الاحداث بتاعتنا بتدور في مقدمة هذا القرن في بداية هذا القرن الانعكاس الزمني ما يفهمناش ده قوي اطبعا فيه علامات واضحة من تحت التحت ليها علاقة بالعربيات ليها علاقة بشكل البيوت ليها علاقة بالتليفونات اللي الشخصيات مسكاها والكلام ده كله ولكن ما حستش ان انا متواصل قوي مع الابعاد الجغرافية والتاريخية للاحداث اللي احنا بنتفرج عليها ودي دي ممكن تكون من المنغصات ولكن ما قدرش اقول عليها عيب قاسم في الفيلم هي بس يعني اعتقد ان الناس هتستفيد يعني على فكرة لو انت مواطن امريكي بتتفرج على الفيلم ده فانت في الاغلب فاهم الدنيا لانك عارف الحادث الحقيقية وفاهم نظام الادارات التعليمية عندهم ماشي ازاي والكلام ده كله ويمكن عندنا احنا نهنك شوية في النقطة دي وعشان كده انا بتكلم عن تجربة مشاهدتي كأنا كمان مرة منظوري انا اللي بيمثل شريحة من المشاهدين وهو ده اللي يخصنا النهاردة انا مبتكلمش على لسان جميع المشاهدين اللي في جميع الدنيا لحد هنا والفيلم بتاعنا يتقال عليه فيلم حلو ظريف ممكن يكون بيدق نقوس الخطر من خلال درجة الواقعية بتاعته جدير بالاحترام على مستوى الحوار على مستوى السيناريو ولكن ما هوش فيلم بارز يعني اللي هو نظام فيلم تلفزيوني عادي ممكن تتفرج عليه في اي حتة العنصر الابرز على الاطلاق هي طريقة التقديم بتاعة شخصية دكتور فرانك تاسون تكسيد والدراسة بتاعت الشخصية خلال المراحل بتاعة التفجر وانكشاف الفضيحة بتاعته هيو جاكمن يا جماعة من الناس اللي انا قصيت عليها يعني انا 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 طول عمري بقول ان هو شخصية محببة ممثل دمه خفيف انا شخصيا ما عنديش مشاعر سلبية تجاهه ولكن عمري في حياتي ما شفته كممثل متميز يمكن ابرز اداءاته على الاطلاق كانت في فيلم كانت في فيلم كانت في فيلم لوجن بريزنرز قبل لوجن في تقدير الشخصية ولكن حتى في فيلم بريزنرز انا مقدرش اقول ان اداء هيو جاكمن كان خالي من بعض التشنجات او بعض الانفعالات الازياد من اللازم مش عارف عشان كده دايما بقول ان هيو جاكمن افضل حاجة عنده لسه برضو وراء الافضل على الاطلاق بشوية حلوين لكن اللي حصل في الفيلم ده موضوع تاني خالص يا جماعة اولا تصميم الشخصية لها الفضل في امور كتيرة جدا فكرة الشخصية المحبوبة جدا داخل المجتمع الشخصية الطيبة جدا الشخصية اللي بتساعد وبيساعد من قلبه ودي نقطة مهمة جدا في تعريف البروفايل بتاعنا لان البروفايل الكينونة اللي احنا بنتكلم عليها دي كينونة شريرة احنا بنتكلم عن انسان كداب مش مجرد بني ادم كويس عمل عمل غلطة في مرة من مرات حياته او في لحظة من لحظات حياته او في مرحلة مراحل حياته ده انسان سيء انسان كداب انسان حرامي انسان مختلص سواء على مستوى حياته الشخصية او على مستوى حياته الاجتماعية ممكن يكون درجة اهتمامه باللي حواليه مش عالية شخصية انانية حاجات كتيرة جدا ولكن من فضائل الشخصية وده اللي بيخلي تصميم الشرير بتاعه كويس هو انه حريص فعلا على التجربة التعليمية اللي هو بيشرف عليها يعني هو على المستوى الاحترافي عنده فضيلة وفضيلة عامة مش فضيلة خاصة بيه مش بيحب ولاده مش بيحب معرفش مين مش حريص لا هو حريص على مصلحة المجتمع فعلا وده بيعني عكس من عليه هو بنجاح استثنائي وامور زي دي بس البروفايل نفسه متير للاهتمام جدا والفيلم ناجح جدا في انه ينقل التجربة دا بشكل قوي وبشكل مقنع وبشكل يصلح ان المشاهد يتواصل معاه من غير ما يحس انه بيتعرف على دراسة الشخصية على مستوى التصميم الشكلي الموضوع مش مجامل ابدا لهيوت جاكمان لا في مرحلته العمرية اللي لسه تسمح بان هو يقوم بشريحة من الادوار ممكن تكون اصغر من الدور دا ممكن تكون شكلا ما بتتعرضش للتعقيدات اللي في الدور دا واللي بتنقله هو شخصيا ضمن مصاف الممثلين اللي هو يصنف من ضمنهم لنقطة مش كل الممثلين مستعدين ان هما ينتقلولها دلوقتي وده شيء يعكس شجاعة كبيرة عنده انا النهاردة بصالح يوت جاكمان وبقول ان هو اقدم من خلال الفيلم ده اداء ناضج جدا ومهم جدا وابعد ما يكون عن الهيستيريا وفي تنوعات على مستوى الدراسة من اروع ما يمكن الشخصية بتاعتنا بتقضي وقت طويل جدا في منتهى الطيبة والاستكانة والمساعدة شخصية المجتمعية الجميلة اللي انتوا عارفينها دي ولكن في اللحظة في اللحظة بيعب تهديد على نفسه بيتقلب في ثانية وبيتقلب مش بهستيريا مش بزعيق مش بصريخ مش بيعرفش مين بس فجأة انت بتحس بالتهديد فجأة بتشوف ان الشخصية دي ليها جانب مظلم مش اي ممثل يقدر يعمل الكلام ده يا جماعة حقيقي حقيقي اداء ناضج جدا ما بقدرش اقول من خلاله ان انا كنت فاهم هيوت جاكمان غلط او ان انا اسأت تقديره فيما قبل ولكن هو النهاردة بيقدم حاجة انا مش متعود عليها حاجة حقيقة حطه في المصاف الاول الاسن جاني اي مبدور عظيم جوه الفيلم بس ده المتوقع منها ري رومانو بعد ما شوف نافدي ايريش من النهاردة بيتغير شوية في طبيعة التكسيد بتاعه ولكن احنا باقينا عارفين اللي هو قدر عليه لكن هيوت جاكمان اللي انا بتعرف عليه المرة دي حاجة تانية الشخصية الشريرة السيئة الماليئة بالعيوب ومع ذلك بيجبرك انك تتعاطف معا شئ شئ نادر شئ نادر بجد ويا سؤني ان ان دور زي ده فيلم زي ده ما ينالش التكريم اللي هو يستحقه آآ فيلمنا فيلم هادي دي مقدمة مهمة جدا للناس اللي هتتفرج عليه احنا مش بنتكلم على فضيحة فحنبص بقى على عدسات الكاميرات وعلى المحاكم وعلى الخطب وعلى الكلام ده كله الفيلم ده ما فيهوش اي حاجة في الدنيا من الحاجات دي فيلم اقرب ما يكون من الواقع عنده حرص على مستوى الرسالة في ابراز اهمية التربية والنشأة والجيل الجديد والشباب دول ادوارهم عاملة ازاي ومهمة باقي المجتمع ليهم هما مدينين ليهم بايه على مستوى التشجيع وعلى مستوى مش عايزة اقول القيادة او الكلام ده كله ولكن ان هما يتسابوا يتحركوا في المساحات الاكثر نفعا للمجتمع والاكثر نفعا ليهم هما بعيدا عن خيبة اللي قبلهم من الاخر عشان الموضوع يكون مباشر الاقاع ما فيهوش مشكلة من حيث تناسبه مع القصة اللي بتتحكي ولكن مهم للي لسه هيتفرج على الفيلم انه يعرف ان هو اقاع هادي ما هواش الحاجات اللي ممكن اتوقعها من فيلم مماثل واعتقد انه رغم كل ده لو لو المشاهد حابب يتواصل مع بروفايلات الشخصية حيوصلوا وحيخلق علاقات معهم بطريقة سهلة جدا لان دي من النقاط اللي الفيلم نجح فيها بدون اي تعقدات وبدون اي صعوبة واعتقد ان كل الموضوع ده بيتم تتويجه باداءات تمثيلية استثنائية زي ما قلنا وعلى رأسهم اداء هيوت جاكمان تقييمي للفيلم هو تمانية ونص من عشرة وده يا جماعة رغم انه هو فيلم تعرض في ابريل آآ عرض تلفزيوني خارج الاضواء والكلام ده كله ولكن دي نوعية الافلام اللي اتفاجأك في موسم الجوائز لو كانت استهدفت موسم الجوائز لو حد شاف احب اعرف رأيه في التعليقات وهحب اعرف رأيكم بشكل عام في هيوت جاكمان كممثل ياريت تساهموا بكل ده في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجليكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بودجو وبي باي